الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الباء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السمى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجغر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وبعث نوحا فصنع الفلك بأمر الله وجرى ونجى الخليل من النار فصار حرها بردا وسلاما عليه فاعتبروا بما جرى وآتى موسى تسع آيات بينات فما ادكر فرعون ومرعوا وإيد عيسى بآيات تبهر الورى وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى أحمده سبحانه على نعنه التي لا تزال تترى وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات عنوان هذه السلسلة قطوف رمضانية تأتيكم كل يوم بإذن الله تبارك وتعالى من هذا الشهر الفضيل على قناة أنوان الجزائرية وأول قطف نقطفه أيها الأحبة التبشير بقدوم شهر رمضان فقد أظلنا شهر كريم وموسم عظيم يعظم الله فيه الأجر ويجزل فيه المواهب يفتح الأبواب الخير فيه لكل راغب شهر الخيرات والبركات شهر المنح والهبات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران اشتهرت بفضله الأخبار تواترت فيه الآثار كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وثبت في سنن ابن ماجة إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة فإذا كانت أول ليلة من رمضان أي إنه مع بدء شهر رمضان ومع غروب شمس شعبان آخر يوم من شعبان تحدث علامات عظيمة في هذه الليلة يتفضل الله عز وجل في هذه الليلة التي أول ليلة من رمضان يتفضل على الله على عباده بهدايا وعطايا وأول هذه الهدايا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم صفدة الشياطين ما معنى صفدة الشياطين أي غلت عليهم الأغلال شدت عليهم الأغلال والسلاسل ومردة الجن هم رؤساء الشياطين المتجردون للشر أو هم العتاة الشداد من الجن والحكمة في تغليلهم حتى لا يعملوا بالوساوس للصائمين ويفسدوا عليهم صومهم الهدية الثانية أيها الأحبة غلقت أبواب النيران تغلق أبواب النيران وهذا من النفحات الربانية في هذا الأمر لأن هذا الموسم لأن هذا الشهر يعتق الله عز وجل فيه من النار فلا ينبغي أن تكون أبواب النار أن تكون أبواب النار مفتوحة الهدية الثالثة أيها الأحبة نادى مناد أي من عند الله تبارك وتعالى يا باغي الخير أقبل على الطاعات يا باغي الخير أقبل ما معنى أقبل أي أقبل على الطاعات وإرضاء فاطر الأرض والسماوات يا باغي الخير أقبل على الفرائض والنوافر تفز بجنة عرضها الأرض والسماوات يا باغي الخير أقبل على ربك الذي خلقك ورزقك وأمدك وأعدك أقبل على ربك سبحانه وتعالى تجد ربا كريما رحيما غفورا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل نعم أيها الأحبة هذا الأمر العظيم من عطايا الرب الكريم الهدية الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عتقاء من النار أي يعتق الله رقابا كثيرة من النار فليحرس كل لبيب على أن يكون من زمرتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في كل ليلة الله أكبر أي من نزيد رحمة الله لعباده أن يعتق من النار عبادا في كل ليلة من ليالي رمضان إخواني المشاهدين أخوات المشاهدات بلغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته من معصيته إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه كما قال رب العزة والجلال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ووالله من استأنس بالله استوحش من خلقه وهذا شهر الاستئناس بالله شهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى فكفانا بعدا عن الله تبارك وتعالى فلقد أظلنا شهر الصوم بعد فقد أظلك يا عبد الله شهر الصوم بعدهما فلا تسير أيضا شهر عسياني يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعباني لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تسيره أيضا شهر عسياني واتل القرآن وسبح فيه مجتيدا فإنه شهر تسبيح وقرآني كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخواني أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنعام اللهم وفقنا لقصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الفضل والإنعام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وإلى لقاء آخر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر